إخواني رغم أن العيد هو موضع لشكر الله على طاعته على ما منع به علينا بفضله ورحمته قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا إلا أن كثيراً منا وللأسف من المسلمين يقابلون هذا الإحسان بالعصيان فتجد الآن المعاصي في العيد تزداد وتنتشر فاستمسك بدينك والله سبحانه وتعالى يقول ولا تمدن عينيك في العيد مد للعينين إلى أمرين الأمر الأول إلى تبرج نيساء وهو يزداد في العيد كل واحد رايحة جايبت يا بعيد تتزنطر وبتمشي وهي تدعوك إلى النظر إليها طب يا شيخ هي تتزنطرت وهي مشت وهي عملة كذا الحق عليها لا يا رب العالمين جعل ذلك ابتلاء لك هي تأثم على تبرجها فلا تأثم أنت من نظر إليها غض بصرك فلا تمدن عينيك كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصار الشرر كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر فغض بصرك وقل للمؤمين يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهن لأصل إيش غض البصر أثنين ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا الآن في العيد على الواقع وعلى المواقع كل يبرز دنياه كل إنسان يدعوك إلى دنياه إلى الزخارف وإلى التفاخر بالمأكل والمشرب بالمطاعم بالملابس فغض بصرك عن الدنيا الدنيا الآن تدعوك بأبها حلتها إليها تطلع عندها ناس عايشين ناس عايب تظهر ناس عالبحور وناس مش عارف إيش وتشوف الناس اللي عبت إن صح التعبير اللي عبت تعيش وتنسى ما أعطاك الله من نعم وعافية فيبدأ الحسد ويبدأ التحصر على الدنيا ويبدأ منسوب أن تكون الدنيا أكبر همك يرتفع وأنت من دعائك اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا هكذا علمنا حبيبنا صلى الله عليه وسلم ومن دعائك الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لا عايش إلا عايش الآخرة فإذا رأيت ما يعجبك فقل اللهم لا عايش إلا عايش الآخرة والله ناس زيين بسيارة ومستأجرين أو شاريين أو آخر مدل اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة واحد حاطط ريحة باسم الله ما شاء الله معبي الطريق اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة الاصل أنت لا تمدن عينيك ولا تبذر والله أنا عشان أكون مثل فلان بروح على المطعم بدفع اللي فوق واللي تحته بطلع من العيد مديون ليه؟ عشان جيين الناس اللي عندي وعشان اللي ضيوف اللي عندي بروح بتدين ضيافة وكذا وكذا ليه؟ جوب بالموجود مش عبالك كون كحتي لا بدك تكرم ضيفك من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه بس إيش؟ باللي عندك النبي صلى الله عليه وسلم واحد ضلوا يدعي 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 يحول فضل كذا نبي صلى الله عليه وسلم يجبر له خاطر راح معه شو في عكل خل ما راح تكلف حطله خل النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمل عدام الخل يلا جبر له خاطر يوم جنن والله هذا خل أصلي ماشا الله لا 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 أنت مهم بتجيبه شوف كلف لا وإنما تقاطع الناس بالتكلف هلأ إذا أنت حطه براسك أنت شايف العيديات اللي الواحد أنا إذا راح عند خيي عنده أربع ولاد وعند أختي عنده خمس ولاد وعند أختي عنده خمس ولاد أنا مريض به العيد ما راح نحل ماشا بالموضوع التكلف لا تمدن عينيك اقصر وعيش على مستواك لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها هذا مثل مثل إيش على قد بساطك من إجريك أننا اللي أحلى منه لا يكلف الله نفسا إلا ما آتها الله هلأت كلفك فجد بما تستطيع وسع الله عليك إذا وسع الله عليكم فأوسعوا بس إيش بدون تبذير